بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وحلقة جديدة وتابعي جديد وشخصية جديدة من اللي أسسه حضارة الإسلام العظيمة وبطل قائد عسكري هنكون معايا النهاردة بس الحقيقة قبل ما أبدأ وندخل في موضوع الحلقة عندي خلق خلق جميل جدا جدا ومش مشهور بين الناس ولا معروف وله علاقة بالحلقة خلق اسمه الشفاعة إيه دا حتقولي أنا عارف الشفاعة مش النبي حيشفع علينا يوم القيامة آه بس أنا بتكلم على حاجة تانية أنا بتكلم على خلق من الأخلاق إنك تشفع بين اتنين متخصمين تشفع لابن عند أبوه غضبان عليه تشفع بين زوج وزوجة حيتطلقوا تشفع بين عيلتين متخنقين تشفع لواحد طالب حاجة عند صاحب عمل تشفع توقف جنبه وتقوله أنا بشفع لفلان لغاية ما طب وده خلق دي آية في القرآن الآية بتقول إيه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وحلقة النهاردة لها علاقة شديدة والناس عادة ما بتشفعش الحد علشان يا إم مكسوفة يقولك يا عم يحسن يردني يبقى شكلي وحش أو يقولك وانا مالي أو يقولك طب وانا شي جميلة ليه اللي يخليني أكلم فلان في التليفون أقوله أرجوك أوقف جنب فلان وبقت حسبت علي يا جميلة لازم أردها لكن النبي ما كانش بيعمل كده تسدقه النبي كان يلاقي زوجة متخنقة مع جوزها يروح لها ويقول لها ممكن سامحي تقوله أتأمرني يا رسول الله يقول لها إنما أنا شافع أنا بس بشفعله يا عرفت الخلخ ده يلا ندخل بقى على صاحب القصة لأنه فتح الأندلس بسبب الشفاعة شفاعة شفاعة الواحد كانت سبب في فتح أسبانيا إيه ده معقولة تخيلوا الخلخ ده حيعمل إيه تعالوا نشوف هو بطل النهاردة من القادة العسكريين المشهورين من أشهر قادة العسكريين في الإسلام يمكن بعد خالد بن الوليد على طول خالد بن الوليد وبعدين يجي هو حد عرفه؟ هو تابعي مش من الصحابة وهو فتح الأندلس وفتح سقلية جزيرة سقلية وهو اللي ثبت الإسلام في شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب تدين له إنه هو اللي ثبت الإسلام فيها إيه ده مين؟ مين جابوه؟ موسى بن نصير موسى بن نصير اسم عظيم في تاريخ الإسلام في شمال أفريقيا وأسبانيا اسمه مرتبط بتاريخ المنطقة دي تخلي ما يبقى اسمي واحد مرتبط بتاريخ منطقة طب إنت اسمك مرتبط بإيه بقى؟ ما تثبت اسمك في حاجة كده؟ ما تحط الإسمك يعني القلعة دي اللي إحنا بنصور عندها اسمها مرتبط بتاريخ شخصية كل مصر تعرفها إلى الآن طب إنت اسمك هيرتبط بإيه؟ أنت ما بتغيرش؟ إنك تقول وأنا كمان لازم هيكون اسمي مرتبط بحاجة عظيمة؟ أنا بحكي القصة دي عشان تقول هقدم للإسلام حاجة كبيرة هذا الشخص سبت الإسلام في شمال أفريقيا هتقول لي أنا كده متلخبط أنا أعرف أنا خدت في المدرسة إن اللي دخل الإسلام في شمال أفريقيا واحد اسمه أخبة بن نافع مين موسى بن نصير؟ هقولك صح وغلط يعني صحيح أخبة بن نافع أول واحد فتح شمال أفريقيا بس هو كان عامل إزاي؟ يدخل من تونس ياخدها لغاية المغرب في 13 شهر تاك 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 يعدي يفتح 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 ويسيب ظهره فاضي يجي الرومان وتيجي قبائل البربر ما كانوش مسلمين وقبائل عريقة الأمازيغ ويقوم واخدين كل اللي هو عمله فبقت شمال أفريقيا عاملة زي كده مصرح العجائب يدخل عقبة بن نافع يقوم فتح في 13 شهر يقوم داخل الرومان وداخل القبائل البربر تقوم مرجع كل اللي هو عمله وقتلوا في الآخر مات قتل عقبة بن نافع لغاية ما جه صاحبنا بقى لغاية ما جه موسى بن نصير لا ثبت الإسلام في شمال أفريقيا وفتح جزيرة سردانيا وجزيرة مايوركا وفتح سقلية وفتح قبرص وفتح أسبانيا ده إيه ده ده قائد ده قائد نادر هو كده فعلا اسمه موجود في كل ميادين للعالم العربي يعني لن تجد مدينة عربية إلا في اسم شارع أو ميدان باسمه موسى بن نصير بس ما نعرفش عنه حاجة هو تولد سنة 19 للهجرة يعني تولد في عهد عمر بن الخطاب وتولد فين حاجة حتفرح أهل فلسطين قوي اتولد في مدينة الخليل يعني اللي فتح شمال أفريقيا وأسبانيا وسقلية فلسطيني من أهل فلسطين من الخليل لكن عيلته الحقيقة مش من الخليل أصل العيلة من العراق هو إيه أصل القصة؟ أصل القصة أن أبو بكر الصديق بعد سيدنا خالد بن الوليد يفتح العراق خالد بن الوليد أهم وأشهر معركة في تاريخ خالد بن الوليد في فتح العراق كانت معركة اسمها معركة عين الطمر الفرس كان عندهم في عين الطمر دا حصن حطوا فيه كنز من أهم الكنوز أغلى من كنوز كسرة وسواري كسرة إيه الكنز دا؟ أربعين شاب نابغة خالي اهتمام بالشباب والموهوبين كانوا عارفينها زمان إزاي وإحنا دلوقتي ضيعنا الموهوبين وسفروا على الغرب وبقوا كبار هناك واخسرناهم في بلدنا حطوا في الحصن دا عشان يحفظوا عليهم أربعين نابغة خالد بن الوليد دخل الحصن في عين الطمر وخد كنز أهم من الفلوس خد الاربعين نابغة منهم سرين أبو محمد بن سرين اللي هو مفسر الأحلام ومنهم نصير اللي هو أبو موسى بن نصير قائد قصتنا وخد الاربعين وبعتهم لأبو بكر الصديق في المدينة أبو بكر كان عاقل وكان حكيم وفاهم الإيمان على أنه أخلاق استوعب الاربعين بحب وما تعملش معهم على أنهم أسرة فأسلم الاربعين وولادهم طلعوا نوابغ في تاريخ التابعين في الإسلام منهم نصير فلما أسلم نصير نصير مبهور بمين بخالد بن الوليد رغم أن خالد أسره موهوب بعب قريته بطريقته في القيادة قائد عسكري نادر فنصير حبه قوي نصير أبو بكر الصديق جوزه من امرأة مسلمة موجودة في المدينة امرأة كده جدعة ومجاهدة هتشوفه هتعمل إيه بعد شوية فتجوزه وطلعوا مع خالد بن الوليد في معركة اليارموك في فتح العراق في فتح الشام وشاركه في المعركة ونصير بقى مبهور إزاي خالد بن الوليد دا بيقود جيش بيغلب الإمبراطورية الرومانية فحبه قوي فبقى عنده أمنية نفسي أخلف ولد يطلع زي خالد بن الوليد يا أبا أنت نفسك ابنك يبقى إيه يجيب فلوس ويبقى لعيب كورة ويبقى جزا وخلاص طب يعمل إيه للإسلام لا أنا مفكرتش في الحكاية دي قبل كده نصير فكر بقى نصير خلف ولد اسمه موسى ويوم عركة اليارموك أمه اللي هي الست اللي تجوزها نصير قتلت واحد من الرومان بعموت خيمة وقصرته يعني أمه هي كمان شكلها طلع كده بالشامي وباللبناني أبضايا يعني أبوه أمه الاثنين أبضايات في جيش خالد بن الوليد وبيحبوا خالد ونفسهم يخلفوا ولد زيه خلفوا ولد سنة 19 هجرية سمه موسى بن نصير كبر الولد بقى عنده سبع سنين أبوه بقى بيحكيله على بطولات خالد اللي بتنقشوه في ولدكم هو اللي هيكون ابنك زي صفحة بيضة زي ما حتنقش فيها هيطلع حتنقش فيها شخبيط ولخبطة هيطلع ملخبط حتنقش فيها بطولات وقيم وأخلاق هيطلع راجل محترم حتنقش فيها حب الإسلام هيحب الإسلام نصير نقش في موسى كن قائد خالد بن الوليد طلع الولد بيقول لأبوه أنا عايز أكون جندي في جيش الإسلام قال له أنت لسه صغير قال له تبرزني بيقول لأبوه فابوه قال له طب أم وريني كان عنده عشر سنين قام يبارز أبوه أبوه مبهر إيه الولد ده؟ الولد ده حيكون قائد فقال له كلمة أراك كخالد بن الوليد والولد سمع الكلمة بن أبوه وعاش الحلم يا مولاد بسبب كلمة تحفيز قال هلته أمه قال هله أبوه أو أمه بقى قائد عظيم أو ناجح أو كاتب أو فنان أو مهندس أو عبقري بسبب كلمة بنت حلم في خياله ده اللي حصل مع موسى بن مصير لما بارز أبوه ولسه طفل صغير قال له أبوه أراكك خالد بن الوليد لكن حصل موقف من ترتيب ربنا حيأهل الولد ده هم عايشين فين؟ في مدينة الخليل طب ومين الأمير أو والي المسلمين على الشام؟ معاوية بن أبي سفيان لسه ما كانش الخليفة أمير بس معاوية بن أبي سفيان فجأة بعد جواب لنصير نصير رجل عادي كان في جيش خالد آه قوي وكل حاجة بس جون دي عادي بعت له جواب استدعاء أنه ييجي القصر قصر الإمارة في دمشق فنصير راح فإذا بمعاوية بيقول له أنا عينتك قائد الحرس بتاعي أنا؟ شمع منا؟ معاوية داهية من دهات العرب عايز يوري أهل الشام إن إحنا مش متحيزين ما عندناش عنصرية للجزيرة للناس اللي جاية من الجزيرة العربية ممكن نعين واحد كان أسير في عين الطمر يبقى قائد حرس علشان أهل الشام وهم لسه مسلمين جداد ما يكشوش من العرب يطرحنا عندنا عنصرية دلوقت يا جماعة يطرحنا عندنا عنصرية إن واحد كان أسير يبقى قائد حرس إن واحد يطرح بنبص للأفرقه إزاي في بلد زي مصر يطرح بنبص للجنسيات الأخرى اللي جاية من الهند وباكستان وهم مسلمين إزاي؟ يطرحنا عنصريين معاوية عين مصير قائد الحرس الخاص بتاعه وتمر الأيام وموسى يكبر لكن مش عايز يبقى زي معاوية عايز يبقى زي خالد بن الوليد رغم إن أبو قائد حرس معاوية لكن الحلم قائد عسكري مش سياسي ولا إداري ولا أمير أنا عايز أحارب لله أنا مسلم أصل أبوه علمه قصة قال له خالد بن الوليد لما تعزل من قيادة الشام صدقوا إن دا كان أهم درسة علمه موسى بن مصير أبوه علمه إن خالد بن الوليد لما تعزل من قيادة الشام بقى بيشتغل أكتر في الجيش فقالوا له أنت بتشتغل أكتر بعد ما تعزلت قال لهم كلمة حل وقوي قال لهم إنما أفتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب أنا بشتغل عند ربنا موسى بن نصير بدأ يكبر أكتر لغاية ما حصل موقف احتكاك بين أبوه وبين معاوية بن أبي سفيان أبوه قائد الحرس معاوية بدأت الحرب بين سيدنا عليه ابن أبي طالب وبين معاوية فمعاوية أمقاي الأبوه يلا استعد لتخرج معي لقتال عليه فقال لا فقال له لا إزاي انت قائد الحرس بتاعي أهكذا تشكر نعمتي عليك ده أنا صاحب نعمة وفضل عليك قال والله إنما أشكر نعمة من له نعمة أكثر منك علي ده أنا مش بسمع كلامك عشان فيه واحد صاحب نعمة أكبر قال من قال الله عهدت الله أن أشكر نعمته أن هداني للإسلام ألا أقاتل وألا أفعل إلا لمصلحة المسلمين أنا مش حقاتل عليه ابن أبي طالب يا جماعة تعلم ساعات تقول لأ اوعد بيع نفسك عشان منصب اوعد كل ما بتعرفش تقول لأ عشان مكسوف من فلان تبع دينك النبي بيقول كل الناس يغدوا فبائعوا نفسه فمعتقها أو مبقها كله حيبيع المهمة حتبيع لمين انت بيع لمين انت بيع نفسك لمين فيه ناس بيع نفسها لمرأة فيه ناس بيع نفسها للشر فيه ناس بيع نفسها عشان دنيا تغيره عشان مكسوف يقول له لأ فيه بيع نفسه عشان الفلوس فيه بيع نفسه عشان الكرسي انت بيع لمين ما تبعش الله لربنا النصير قال له لأ أنا قائد حرسك لكن لا مش هقاتل معاوية عليه فإذا للمفاجأ النموعاوية يقول له ثبتتك قائد لحرسي أنت رجل لا تخون أنت رجل محترم أنا حثبتك قائد للحرس فكانت النتيجة أنه ثبتوا قائد للحرس بتاعه شفتوا يا جماعة من أرضى الله بصخة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس دي قاعدة في الحياة زي الشمس والأمر والله لو نصدقها ونؤمن بيها ارضي ربنا وما تخافش نصير عمل كده فعلم ابنه درس كبير قوي اوعد بيع نفسك إلا لربنا وتعلم تقول لأ لما يكون قدامك غلط دارت الليام ومات نصير وكبر موسى عايز يبقى زي خالد من الوليد قائد للإسلام فدخل الجيش في جيش المسلمين اللي بيحارب الرومان بس ترتيبه في الجيش ايه؟ آخر واحد في الصف لسه شاب صغير في العشرينات لغاية مات سيدنا عليه ابن أبي طالب واستقرت الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان فأراد معاوية ابن أبي سفيان عنده مشكلة الرومان عملت غير على المسلمين وتهاجم المسلمين عن طريق البحر المسلمين ما عندهمش أسطول بحري وبيخافوا من الحرب في البحر هم بيعرفوا يحاربوا في الصحر لكن بيخافوا من البحر لكن بقى قال الأوان فقرر معاوية إنشاء أكبر أسطول بحري وعمل الأسطول في 4 شهر على مواني لبنان والشام لكن في مشكلة العرب مش عايزين يتقدموا عشان ما بيعرفوش يحاربوا في البحر طب مين فقرر إنه هو يعمل تدريب على السفن الناس تتعلم الحرب على السفن كأنه بيعمل كلية عسكرية بحرية طب بس محدش عايز يتقدم للكلية دي مين أول واحد يتقدم هو موسى بن مصير شاطر ما قالش قصد دي حاجة ما بيعرفش فيها يا جماعة يا شباب لما تلاقي نفسك في آخر الصف في حاجة دور على حاجة تبقى في أول الصف فيها عشان تتميز موسى بن مصير بقى أول الصف وتقدم لهذه الكلية وتفوق وتخرج وطلع الأول ومعاوية عرف إن أشتر واحد عنده شاب ابن الراجل قائد الخرس بتاعه فاستدعاه والده له مهمة كبيرة أوي عينتك قائد الأسطول البحري للمسلمين وهو عنده 25 سنة تخيالوا الشباب كانوا بيهتموا بيهم لأي درجة وطلع بأول أسطول بحري لأول معركة لمواجهة الروم وعنده 25 سنة عشان يفتح جزيرة سقلية وهو في السن الصغير دوا ويستردها للمسلمين وهو عنده 25 سنة ويفرح بيه معاوية ويبقى قائد الأسطول البحري بس يخساره حيفقد كل رتبه وكل إمكانياته في لحظة إيه اللي حيحصل تعالوا نكمل مع بعض موسى بن نصير قائد الأسطول البحري وعنده 25 سنة لكن يموت معاوية بن أبي سفيان ويجي يزيد بن معاوية ويبدأ الصراع بين الحسين وبين يزيد بن معاوية وبعدين يموت يزيد بن معاوية وهو ما زال قائد الأسطول البحري لكن بعد موت يزيد بن معاوية يفضى مكان الخلافة مين الخليفة؟ ما فيش حد الخليفة تخيل أول مرة في تاريخ المسلمين فيطلع اتنين يعلنوا نفسهم خليفة للمسلمين عبد الله بن الزبير في الحجاز ومروان بن الحكم في الشام ويبدأ يحصل اقتتال بين الاتنين والناس تتفكت مين هيبقى مع مين فموسى بن نصير يختار يبقى مع عبد الله بن الزبير ضد مروان بن الحكم يعني اختياره كده تكون النتيجة ان مروان بن الحكم هو اللي ينتصر بعد معركة حصلت في الشام بين اتباع عبد الله بن الزبير ضد مجموعة مروان بن الحكم ينتصر مروان بن الحكم ويهرب موسى بن نصير ويقبض على ناس كتير من اللي كانوا مع مجموعة عبد الله بن الزبير وطبعا يفقد مكانه كقائد للأسطول البحري ويغضب مروان بن الحكم ويقول هتهولي موسى بن نصير ده من تحت الارض بقى يبقى قائد للأسطول وبعدين يعمل فينا كده يهرب يروح فين بدأ يفكر حيجبوني هو موجود جوا دمشق حيجبوه في اي لحظة الحرس حيجبوه حيعرفه مكانه اروح لي مين اروح لي مين اروح لي مين يشفعلي محتاج حد يقف جنبي ويشفعلي طب مين مروان ممكن يسمع كلامه مروان عنده ولدين عبد الملك ابن مروان وهو ده ولي العهد وعبد العزيز ابن مروان ابو عمر ابن عبد العزيز ده ده الابن التاني وده ولي العهد التاني يعني مروان ابن الحكم عنده ولدين اللي اتنين حيبقوا ملوك او خلفاء عبد الملك ابن مروان الابن الكبير وبعدين عبد العزيز ابن مروان ابو عمر فقعد يفكر اروح لي مين اروح لي مين مين اللي طيب ومروان يسمع كلامه اروح لعبد العزيز ابن مروان يشفعلي أبو عمر بن عبدالعزيز رحله قال له أجرني يا عبدالعزيز قال من أبوك حيقتلني قال هل تشفع ليه عند أبوك عبدالعزيز ده كان بيحارب أبويا قال والله لأشفع لك يا جماعة من يشفع شفاعة حسنة يكن له إيه القابة قول إيه نصيب منها مش يمكن دي اللي خلت عمر بن عبدالعزيز يبقى ابن عبدالعزيز مش يمكن شفاعة عبدالعزيز نصيبه فيها أن ابنه بقى عمر بن عبدالعزيز نصيب منها ربنا ما قالش في الأخرة شفاعة النبي دنيا وأخرة خده عبدالعزيز بن مروان ودخل على أبوه قال جئت به قال جئت به مجيرا له يا أبتي فقال أتجير هذا على أبوك وكان يريد أن يقتل أبوك قال يا أبتي كانت فتنة واختلفت فيها الأراء أتقتله على مبدأ حلوة أوي الكلمة دي هو كان عنده وجهة نظر ما كانش وهو ليس خائن وليس عدو وهو بطل الأسطول الذي فتح سقلية اعفوا عنه من أجلي إنما أنا شافع فأبو قال له لولا إنك ابني لجلتك وسجنتك فقال اشفع له يا أبتي أشفع له فقال عفوت عنه ولكن بشرط لا يمسك سلاح بعد الآن ولا يكون قائد لي بعد الآن ولا يكون جندي في جيش بعد الآن ينهر أبيض ده هو قضيته عايز يبقى زي خالد بن الوليد يأتي أمامي ويلقي سيفه وجه موسى بن نصير معلش عبد العزيز شافع له بس بقى يعني ومسك سيفه تخيل اللحظة دي دمت ربي على إنه يبقى خالد بن الوليد وقلقى السيف أم عبد العزيز بن ماروان أبو عمر بن عبد العزيز كان والي مصر فقال لأبوه ماروان بن الحكب طب ممكن تديهولي يساعدني في إدارة الشؤون الإدارية وسياسة الناس هو مصر وأفريقيا فرح وعاش في مصر وبدأ يروح ليبيا ناحية ليبيا يعني ما كانش اسمها ليبيا طبعا وبدأ يروح طنجة وبدأ يروح مبعوث من عبد العزيز بن ماروان وبدأ يقابل الناس وبدأ يفهم هو ليه المسلمين مش عارفين يسيطروا على المنطقة دي وكل ما تتفتتح كل ما نفتحها تتخذ من لنا قعد هناك خمس سنين وبعدين نات ماروان بن الحكم فمين بقى الخليفة عبد الملك بن ماروان وما كانش بيحب أخوه عبد العزيز أبو عمر ودايقه كتير وبينه وبينه مشاحنات عبد الملك بن ماروان أول ما بقى الخليفة أنبعت لأخوه عبد العزيز بن ماروان قال له بعطلي موسى بن نصير اللي كان بيحارب أبويا وانت شفعتله أنا عايزه أحطه مساعد مش ليك عشان أنا شاكك فيه يساعدك إنما عايزه مساعد لأخويا التاني بشر بن ماروان في العراق فاتنقل موسى بن نصير مساعد إداري في العراق لكن بشر اللي هو والي العراق كان شاب صغير وما بيعرفش الدحك عليه كتير والبطالة بقت تسرق فلوس وهو مش داري ولبسوها لموسى بن نصير ومات بشر وطلعوا لعبد الملك بن ماروان الخليفة يقولوا لموسى بن نصير حرامي وسارق فموسى بن نصير لم الورق اللي يبين إنه هو بريق علشان لما ييجي حد يوريهوله فعرف إن مين اللي جاي يحقق معاه الحجاج بن يوسف كان لسه عايش عبد الملك بن ماروان بعت الحجاج قال له وتجيب لي موسى بن نصير ده عشان اسجينه فموسى بن نصير عرف يعمل إيه محتاج شفاعة تاني حيروح لمين حيروح لصديق عمره لمين عبد العزيز بن ماروان الحقني أخوك حيسجني وبيتهموني ودي الورق اللي يزبط برقتي لو انت ما كان عبد العزيز انت بينك وبين الخليفة مشكلة التاني كان ابوك كانت سهلة وكنت عايش في دمشق انت الوقتي في مصر وعبد الملك في الشام تطلع من مصر للشام عشان تشفع لواحد يا جماعة تشفع لاتنين متخنقين تشفع لزوج عند زوجته عايزة تطلق تشفع لواحد اترفض من شغله وغلبان ويمكن بريء ما بقولكش تتسطر على فساد لا مش دي الشفاعة عبد العزيز اتأكد الأول ان ورق موسى انه مش فاسد خده من ايده صدق وسافر من مصر للشام تعمل كده تشفع لحد كده بس خلي بالك يكن له نصيب منها على قد ما تشفع تاخد نصيبها ويطلع على هناك ويروح لعبد الملك وعبد الملك يقول له اتشفع في لص قال لا والله ليس لص اقرى الورق قال فليما هرب قال خوفا من الحجاج قال فيدفع مئة الف دينار تمن الفلوس اللي راحت وانا اعفو عنه او يسجن فعبد العزيز ابن مروان قال نعم يدفع فموسى قال لا املك مئة الف دينار فعبد العزيز قال له بل تملكها وانا عبد العزيز رايح بيع ارضه واداله المئة الف دينار ودفع عرفتوا لي اعمر ابن عبد العزيز صلع عشان ابوه كده والله العظيم يا جماعة عايز ولادك ربنا يحفظهم ويبقوا عظماء خليك انت وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله خايف على ولادك مش تسرق خايف على ولادك اعمل الصح شفعله لتاني مرة وبعد ما شفعله امقايل للخليفة ايه امقايل لاخوه ايه اتأذن لي ان اخذه قائد لشمال افريقيا فعبد الملك قال له انت مجنون نديله جيش وسلاح قال شمال افريقيا الرومان عمالين ياخدوها والبربر عمالين ياخدوها فان انتصروا عليه خلصت منه وان انتصر عليهم نصره نصر لك فوافق عبد الملك ابن مروان وخده عبد العزيز اموسى ابن نصير قبل رأس عبد العزيز قال شفعت لي مرتين والله لا يكافئنك الله بها يا عبد العزيز فعلا كافئ بها حتتفتح الاندلس بسبب الشفاعة ديا وحيبقى عمر ابن عبد العزيز بسبب الخطوة ديا اه تشفع وتستنى اللي حيحصل لولادك تشفع وتستنى شفاعة الليبي يوم القيامة احفظ الاية بقى وكتبها عندك كده من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها في صورة نساء تكون النتيجة يطلع يلبس البدلة العسكرية تاني شفت يا جماعة رحمة ربنا خد وقت قديه خمستاشر سنة بس اعداد طلع على شمال افريقيا وبدأ يحط الحلم بتاعه ايه الحلم بتاعي اكون زي خالد بن الوليد انت حلمك ايه بقى عايز تعمل ايه للإسلام ايو انت اللي سمعني وانتي حلمك ايه ليه ما تعملش حاجة كبيرة للإسلام حط الحلم بتاعه اكون زي خالد بن الوليد طب خالد بن الوليد فتح العراق والشام انا حلمي ايه افتح الاندلس افتح اسبانيا ادخل الإسلام لأوروبا ينهر أبيض بس يا عم دا الحلم دا بعيد قوي اذا كان شمال افريقيا اللي هو السكة لأسبانيا شمال افريقيا المسلمين مش عارفين يسيطروا عليه ثلاثة شهر دا اخب ابن نافع اتقتل هناك دا قبائل البربر رفض الاسلام ويبقى الحل ايه الاول اه نحط خطة بقى عشان نفتح اسبانيا لازم الاول نثبت شمال افريقيا فبدأ يقول طب الحل ايه طب فين المشكلة المشكلة ان عقب ابن نافع كان يدخل في ثلاثة شهر وظهره مش محمي وما يسيبش قوة حماية فالبربر يسيبوه يفتح ويقوموا لفين من وراء وياخدوا كل الارض على ما يوصل لطنجة يكون البربر راجع للقيروان في تونس ويقوموا واخدين كل الارض تاني يبقى ما عملناش حاجة طب والمشكلة التانية ايه او الخطأ التاني ايه ان البربر محدش حكالهم على الاسلام فحط الخطة بقى ايه الخطة لا لو هنبتدي من هنا مش هنفتح على طول حتة حتة وكل ما نفتح نعمل قلعة ونحط قوة حامية ونثبت ظهرنا وبعدين نتنقل عارفين نتنقل في ايه سبع سنين على ما وصل من تونس للمغرب عقبة كان بياخدها في ثلاثة شهر هو في سبع سنين بس المراتي حاسمة طب والحاجة التانية البربر دول دول قباقر عريقة مين يكلمهم في الاسلام فبعت للخليفة يقول له ابعاتلي مية من التابعين يعلموا البربر الاسلام وطلع منهم كده شاب حاجة كده على فكه البربر دول قباقر عريقة عملوا الاسلام كبير الامازيغ عمل ايه طلع منهم شاب غير عادي اسمه ايه طارق بن زياد يا طارق بن زياد المشهور ايوة من البربر من الامازيغ من المنطقة دي ايوة منهم اسلم وتعلم العربي وهو بيعرف اللغة الامازيغ بقى عنده لغتين وحفظ قرآن وقائد عسكري وشاب فرح بيه موسى بن نصير وبقى خلاص اتثبتت شمال افريقيا ثبتها خلاص الى اليوم وطلع الرومان منها نهائيا يلا بقى الحلم اللي بعده ايه اسبانيا نفتح الاندلس معقولة الحلم ده فانباعت لعبدالعزيز بن مروان عبدالعزيز قال له لا ده موضوع اكبر مني ابعت للخليفة فبعت لعبدالملك بن مروان عبدالملك بن مروان قال له ايه اسبانيا يا جماعة صاحب الفكرة موسى بن نصير اسبانيا معقولة قال له طب احكي لي المعوقات في فتح اسبانيا فبعت له بقى المعوقات بص بقى سيدي المعوقات ايه ما عندناس سفن وما عندناش مواني وهم عندهم سفن ومواني وما عندناش عدد المسلمين قليل قوي 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 ده احنا يا دوب بنحمي شمال افريقيا بالعافية عايزين جيش كبير جدا لان حندخل اوروبا وبعدين احنا بنعرف نحارب في الصحراء لكن اوروبا انهار وجبال وطبيعة جغرافية ما نعرفهاش اصلا طب وايه المشاكل تاني وبعدين في شوية جزر لو وصلنا الاسبانيا هيبقى ظهرنا مش محمي جزيرة اسمها مايوركا للأسف مايوركا دي العرب بيصيفه فيها الان وما يعرفوش ان اللي فتحها موسى بن مصير العرب الاغنياء يعني بيصيفه الان في الان واحنا بنحكي في مايوركا طب حنعمل ايه فبعت الكلام ده لعبد الملك فعبد الملك قال له انت مجنون انا مش همدك لا بسلاح ولا بجنود انت حل معوقاتك ولو قدرت تفتحها تفتحها عبد الملك عايز يخبص من موسى خط خطة ثلاث سنين يا جماعة فرق كبير قوي بين واحد عايش بيأكل ويشرب واحد عنده حلم وواحد من وهو صغير ابوه امه قالوله تبقى خالد بن الوليد يا مختك يا خالد بن الوليد موت وثواب الاندلس في ميزانك انتو متخيلين يا جماعة طب حتحل المشاكل دي ازاي يا موسى طب ايه يعني نشتغل ونتعب بنى قسطول بحري وعمل ثلاث مواني وعمل ميناء في طنجة عشان ينطلق وعدد كبير من السفن شغل ليل ونهار لمدة ثلاث سنين طب وايه تاني راح فتح جزيرة ميوركا عشان يبقى ظهره محمي طب وايه تاني بعد فرق عسكرية في السر تدخل الاندلس تدرس الطبيعة الجغرافية هنا في جبال وحنعدي منين لا 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 دا قائد 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 فضل حاجة مشكلة واحدة ايه عددنا ليل ولو طلعنا بالجيش على اسبانيا نفضي شمال افريقيا طب ما هنعمل ايه ففكر في فكرة جامدة جدا هو مش البربر اسلمه مش الامازيغ اسلمه ليه ما يبقوش هم الجيش ايه دا بس احنا تعودنا ان الجيش يبقى عرب ليه يعني ليه هو الاسلام حكرة على العرب على فكرة جماعة احنا عايشين العقدة دي الى الان هو الاسلام حكرة على العرب الاسلام ملك كل مسلم في كل الارض ليه نشوف نفسنا اعلى هو اتخرر من العقدة دي الجيش اللي يفتح الاندلس من اللي اسلمه من شمال افريقيا من البربر من الامازيغ يا سلام ادى لهم فرصة كبيرة وانا عارف ان هما وهما بيسمعون الان يفتخرب ده كانت النتيجة ان الجيش خلاص ما عادش عندنا مشكلة نقدر نفتح الاندلس ومش محتاجين حاجة يجينا من الخليفة من الشام وبدأ الجيش يستعد بصوا بقى عظمة موسى بن نصير عنده مشكلة مين قائد الجيش؟ طبعا انا موسى بن نصير الجيش مش من العرب الجيش من البربر ما يصحش عشان الجيش يدي قوي لازم قائد الجيش يبقى من البربر بس يا موسى بن نصير مكانك في التاريخ وانت القائد مش مهم من القائد افتكر كلمة خالد بن الوليد انما افتح الشام لله لا له عمر بن الخطاب فقال لي نفسه الكلمة انا عايزها ليه انا عايزها لله اما عامل ايه؟ اما جايب طارق بن زياد وقال له انت القائد وانا النائب بتاعك ايه ده؟ ايه الاخلاص ده؟ ايه النوايا الصفية دي؟ ايه حب الاسلام ده احنا بعيد قوي؟ قديني بقى ما بتكلمش على انبياء ولا بتكلم على صحابة عشان تقول لي مش قادر اقلدهم ده واحد زي زيك طلع طارق بن زياد وعلى فكرة هو يعلم ان دي نقلة تاريخية لغاية النهاردة المنطقة اللي عدوا منها اسمها ايه؟ مضيق جبل ايه؟ جبل طارق ما تسماش باسمه مع ان موسى هو سبب الفتح كله قال لطارق الامازيخ هيسمعوا كلامك انت القائد وانا النائب بتاعك ودخلوا اسبانيا وبدأ الفتح في اسبانيا وفي وسط الفتح مات عبد الملك ابن مروان وجيل وليد ابن عبد الملك وغضب على موسى ابن نصير اسناء الفتح ليه؟ لان خاف ان موسى يكون قوة عسكرية تعمل له مشاكل اعداء النجاح وشويشه في ودن الخليفة شعبيته وقوته تضرك فعزلوا فعزوا نصره واستدعاه فخاف على الجيش وهما بيفتحوا اسبانيا يبوزوا الجيش فسبت طارق ابن زياد قائد وخلى ابنه عبدالعزيز ابن موسى ابن نصير واخد بالك مسمي ابنه ايه؟ عبدالعزيز صاحب الشفاعة سمى ابنه على اسم عبدالعزيز خلى عبدالعزيز ابنه النائب طارق ابن زياد عشان يسبت الجيش ويكمله الفتح ورجعه هو واتعزل وبعد ما رجع بشهر مات ابنه شهيد عبدالعزيز كأن ربنا حب يكرمه حتة منك في الاندلس يا موسى لا ربنا كريم ما توصلهاش على انه مات ما ينفعش ما ينفعش موسى ما يبقلوش حتة في الاندلس يوم الايامة حتة مدفونة هناك ابنك يا سلام ربنا كريم اوي يا جماعة ربنا رحيم اوي كبر موسى عجز فجأة قلع البدلة العسكرية وبعدين الحلم خلص الحلم اتحقق يعيش ليه طلب يطلع الحج طلع الحج صدقوا يا جماعة بعض ما خلص طواف الافاضة اول ما خلص الحج بتاعته مات موسى ابن نصير مات وهو خارج من مكة واتدفن على اعتاب مكة فلسطيني من العراق عاش في مصر وعاش في شمال افريقيا وراح اسبانيا وراح ميوركا وسردنيا ومات في الحجاز ومات على ابواب مكة الله يرحمه رجل عظيم يا بخته اسمه في التاريخ كبير ويا بخت عبد العزيز بن مروان بالشفاعة ايه الدروس النهاردة اشفع على حد النهاردة بالله عليكم اشفع على حد محتاجش عفاعة حتى لو ما جلكش يكن له نصيب منها الدرس التاني قول لولادك يبقوا ابطال الدرس التالت احلم حلم كبير الدرس الرابع الإخلاص انما افتح الشام لله دي الدروس هقابلكو بالليل على عمري خيال الدوت نت وعلى عمري خيال البيتج على الفيسبوك والناقش الحلقة ومسابقة الحلقة اشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته